يواجه بعض أطفال العالم ظروفا استثنائية مع تفشي فيروس كورونا ظروف لا تخلو من المصاعب والتحديات اتخذ الأردن كغيره من دول العالم العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مرسلنا ليث الجبور زار أحد العائلات الأردنية للإضاءة على كيفية تعاطيها مع الأطفال في هذا الزمن وضع جديد وجدت العائلات نفسها فيه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم المدارس أغلقت وأولياء الأمور جلسوا في المنازل في الأردن عدد غير مسبوق من الطلاب انقطعوا عن مدارسهم وزارة التعليم وفرت منصة لاستمرار سير العملية التعليمية من خلال بث الدروس عبر التلفزيون الأردني وضع جديد بالنسبة لمايا وليان التاني بدأتها بالدراسة عن بعد ظرف استثنائي ولازم نتأقلم معه من جديد صاروا يتأقلم مع الوضع يعرفوا متى مواعيد المنصة التعليمية للدروس اللي عم تطرح التلفزيون معلماتهم عم يتوصل معهم على الله يعطيهم العافية على قروبات على الواتساب علينا حجر صحيب ما بيخوت؟ لا ما بيخوت أمام انتشار كورونا عالميا تقف والدتهما عجزة عن تفسير ما يحدث لهما هذه أزمة أصابت العالم كامل هي أزمة إن شاء الله ورح تعدي عم فهمهم أن هي كلها سبوع إن شاء الله سبوعين وخلاص رح ترجع تفتح المدارس ورح ترجع الحياة اليومية زي ما كانت لم يكن شيئا هينا ظهور الفيروس قالب في بضعة أشهر العالم رأسا على عقب تعامل الأسر مع أطفالها في زمن كورونا يختلف عما قبله واقع جديد فرضه انتشار الوباء واقع يتطلب من أولياء الأمور ابتكار أفكار جديدة يمكن البناء عليها مستقبلا ليتجور العربي عمان وينضم إلينا من غزة دكتور سامي عويضة استشاري طب نفسي للأطفال والمراهقين أهلا بك دكتور سامي إذن اليوم الظروف التي نعيشها هي صعبة واستثنائية بالنسبة للكبار فما البال بالنسبة للصغار الأحساس بعدم الجدوى والأحساس بالخوف من المجهول كيف يمكن للأطفال اليوم أن يواجهوا طبعا بمساعدة الأبوين هذا الظرف الاستثنائي صحيح أهلا وسهلا تحية طيبة للجميع وأتمنى الشفاء والسلامة لمعظم البشرية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال في هذه الظروف الاستثنائية الغير اعتيادية ربما هي سابقة بعد الحرب العالمية الثانية نمر بهذه الكارثة الإنسانية جمعا أعتقد أن الأطفال يشكلوا شريحة أساسية خاصة في بجتمعاتنا العربية والدور الأساسي في الموضوع هنا يجب التركيز على دور الوالدين الوالدين هم يعتبروا مثابة مرجعية عاطفية وأمنية لأطفالهم في الوقت العادي والاستثنائي وبالتالي إذا كانت هناك على سبيل مثل علاقة صحية جيدة وثقافة انفتاحية سلسة شفافة بين الوالدين وأطفالهم هذا يسهل التعامل معهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية ما يمكن التعامل معهم بهذا الوضع الاستثنائي هو أن يكونوا واضحين تماما مع أطفالهم أن يشرحوا بشكل مبسط ويعطوا تفسير يرقى لمستواهم العمري والعقلي وبالتالي عدم تضخيم هذه الأحداث بالنسبة للأطفال لأنهم سيقلقوا ولكن إذا أبدأ الوالدين سلوك مغاير يعني بمعنى أن الوالدين دائما قلقين يتابعوا الأخبار والإعلام وماذا سيحدث ويتم نقاش هذه القضايا بشكل واضح ومعلن هذا لا شك سيؤثر على الأطفال بشكل سلبي الأهم في هذا الموضوع هو إيجاد نعم دكتور سامي ربما الأطفال بالتأكيد يتمتعون بدكاء فطري وخاصة بما يخص علاقتهم مع الوالدين اليوم حتى الأهل يعانون من قلق كبير لأن الحكومات والدول كلها تقف عاجزة عن تفشي هذا الوباء والخوف من المجهول ومن الغد فتقول أنه على الأبوين أن يكون صريحين يعني مع الأطفال إلى أي حد الصراحة وإلى أي حد يجب أن تشرح الأمور كما هي تمام أنا ما قصدت أنه أن يكونوا صريحين إلى مستوى يرقى لمستوهم العقلي لأنه لا يمكن أن نقوم بتفسير هذه الجائحة لطفل عمره ست سنوات على سبيل المثال طفل آخر عمره أربعة عشر سنة بمعنى بأسلوب مبسط دون تفصيل ودون إضفاء صورة الكارثة عليه إنما ما يهم الأطفال في الوقت الحالي لا شك أن غياب الدراسة مثلا هذا يترك فراغ كبير عند الأطفال فمن الأفضل هو عمل إطار جديد لإملاء وقت الفراغ بأن يقضوا فرصة ثانية لن تتكرر ربما في المستقبل أن يقضوا الوالدين وقت أطول برفقة أطفالهم من ناحية عاطفية أن يقوموا بالتحاور بنقاش بعض الأمور بسرد قصص باللعب حتى معهم في إطار آمن مثلا في المنزل أو تحت هناك وسائل كثيرة ممكن استغلالها في هذه الفرصة الغير اعتيادية وربما تعطي رد فعل إيجابي للأطفال على هذا المستوى نعم طب دكتور طبعا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن اليوم الأطفال ربما معرضين أكثر للمعرفة مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع التكنولوجيا خاصة المراهقين منهم فمن الصعب إخفاء حجم المأساة عنهم بما يخص أيضا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية يعني في السابق الأهل بيكونوا برمجين الوقت المفترض طبعا لقضاء للعب للتسلية اليوم يبدو من الأصعب برمجة هذا الشيء خاصة وأن الأولاد عم بيعانوا من الضجر في البيت وعم بيستغلوا هذه الألعاب ليلتفوا على الخوف والقلق فكيف يجب التعامل أيضا بموضوع اللعب والتسلية تحديدا صحيح يعني هناك أمر واضح لا يمكن أن نحصل على نتائج ممتازة في ظل وضع كارسي هكذا إنما الاستراتيجية الأساسية هو تخفيف الضغط على الأطفال قدر المستطاع وتحسين ما يمكن تحسينه في ظل المصادر والمعطيات الموجودة داخل كل منزل أو في الدولة يعني مثلا في معظم الأطفال ربما يسكنون في شقق برفقة أولياء أمورهم وبالتالي ممكن أن يكون هناك جلسة مع الوالدين يتم عمل إطار حوار شفاف واضح كيف يمكن أن نستغل هذا الوقت الفراغ ما رأيكم ليس بصيغة أوامر وإملاءات بقدر ما هي نوع من التبادل المعرفي والخبراتي مع أطفالهم مع توجيههم إلى الجادة الصحيحة يعني مثلا ممكن أن نشرح لهم بأن قضاء وقت طويل على الإنترنت أو على الجوالات هذا له تأثير سلبي كبير ويضعف من مناعتهم النفسية أو صلبتهم النفسية وهذا يؤثر من ناحية صحية ومرضية إلى آخر وبالتالي من الأفضل أن نكون متوازنين في اللعب كما نكون متوازنين في باقي الأنشطة كالغذاء وغيره نعم دكتور ماذا عن الأطفال الذين يعيشون في أجواء غير صحية بين مزدوجين يعني الكثير من الأطفال فعلا أهم الوقت الذي يمضونه في النهار هو في المدرسة مثلا إن كان مع الأصدقاء أو مع المعلمين والمعلمات بينما في البيت ربما الجو العام ضحل وغير مساعد ماذا عنهم اليوم؟ صحيح ويعني أنت تعلمين أن هذه مشكلة على مستوى البشرية جمعاء وبالتالي تقييم هذه المرحلة في الوضع الحالي سيكون من الصعب إلا بعد مرور فترة من الزمن إنما بناء على المعطيات والواقع الموجود في مع هؤلاء كانوا أن يستبدلوا أن يتم التواصل مثلا عبر الهاتف عبر الجوال عبر وسائل التكنولوجيا بحدود معينة أنا أتفق معك بالنسبة للغياب عن المدرسة والتواصل الإلكتروني أو الدروس الإلكترونية ربما هذه تكون مجدية عند بعض الأطفال وبعضهم لا يكون مجدية خاصة الناس الذين يفتقرون لهذه التقنيات أو التجارب السابقة وبالتالي إملاء الوقت قدر المستطاع بما هو إيجابي مثل التواصل حتى مع المدرسين أن يكون هناك مثلا في غزة تلفونات إرشادية مجانية في مراكز مختلفة في قطاع غزة بإمكان أي شخص أو والد أو ولي أمر أو حتى الأطفال أن يتواصلوا مع أخصائي اجتماعي أو نفسي وعرض بعض القضايا التي تتعلق بمخاوفهم وقلقهم نعم دكتور سامي عويضة إذن استشاري طب النفسي للأطفال والمراهقين كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك مشاهدين للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا في شبابيك عند الرابع بتوقيت جرينتش السابع بتوقيت القدس والآن عودة إلى نجلة وأخبار الظهيرة شكرا ديما